كل ما رأيت نعمة عليك قل يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك لما ترفع يدك بالماء إلى فيك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك لأن غيرك ما يقدر يرفع يده بالماء لما تصحى الصبح وتروح تمشي للمسجد قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك لأن غيرك معوق ما يستطيع أن يذهب إلى المسجد دخلت مرة في عشاء معزوم عليه فلما جعلت أسلم على الناس مدت يدي لأحدهم فهز رأسه وقال مرحبا يا شيخ ما مد يده فاستغربت ونظرت إليه فإذا يداه مقطوعتان من عند الكتفين ما أدري هل ولد هكذا ولا أصيب بمرض أو حادث ما أدري المهم ليس له يدان فجلست وزعوا القهوة وهو ينظر إلى فناجين القهوة تمر يتمنى لو واحد يتصدق عليه صبل فنجال ويبدأ يشربه ينظر إلى التمر أطيب نواع التمر بين يديه يتمنى لو واحد أخذ تمرة وحطه بثمه وبعدين لما يأكلها يضع يده مرة أخرى عشان يأخذ النوات قلت في نفسي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ترى لو احتاج هذا إلى الحمام من سيذهب به دخل الحمام وينزع ملابسه فإذا قضى حاجته ألبسه وضأه ثم ألبسه الملابس مرة أخرى يا أخي إذا رأيت جسمك يتحرك كما تريد قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت إذا دخلت إلى الحمام وقضيت حاجتك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك دخل بعضهم على أحد الملوك فطلب الملك شربة ماء فقال له يا أيها الملك لو منعت عنك هذه الشربة بما تشتريها لو قيل لك ما نعطيك هالماء إلا لين تشتريه قال والله أشتريه وأدفع أدفع حتى أصل قال إني أدفع نصف ملكي قال فلو أنك شربتها واحتبست في داخل بطنك ولم تخرج إلا بنصف ملكك الآخر تدفع قال إي والله أدفع قال فأحمد الله على ملك لا يساوي عندك شربة ماء والله يا أخواني رحت قبل أمس لمركز غسيل كلا زيارة أطفال أعمارهم على سبع سنوات عندك فشل كلوي وعلى هالسرير ومشبكين له الأسلاك وأمه عنده تمسك يده لا يلعب بالأسلاك عشان يسول له غسيل كلا ويأتي كل سبت واثنين وثلاثة وحيانا يأتي الجمعة وتقول أمه والله يا شيخ لو تمسكنا زحمة ونتأخر نصف ساعة ما دخلونا لأنه يصير خلاص بدأ دور الشخص اللي بعدكم خلاص أنتم تأخرتم تقول لا نقدر نسافر ولا نذهب ولا نجي إلا لأن نتأكد أن المكان اللي هناك عندهم مكان لغسيل الكلا ولدي أحيانا يبغى يطلع مع أخواله ولا مع أطفال ولا بيروح مكان ولا رحلة أقول لا يا ولدي أنت عندك بكرة غسيل كلا ما يصلح تروح قلبت حياتك كلها أبو سبع سنوات وأنت تشرب الماء ثم تدخل دورة المياه وتخرجك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك إذا رأيت بنتك أو زوجتك أو أمك ومحارمك مستوراتك ما حد تعرضنهم ولا حد اغتصبهم ولا حد يهددهم صور ولا هربانة بنتك ولا أختك دخلت ولقيت البيت آمن قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك واحد من طلابي في الكلية غاب سبوع أو سبوع ونصف تقريبا ثم جاء وداوم فجاء يكلمني يبغاني أكلم له بعض زملان الدكاترة ينزلون عنه الغياب قل طيب وش عذرك يا سعيد وش اللي مغيبك قال يا شيخ ظروف قلت ايش الظروف قال ولدي مريض قل كلنا عيالنا يمرضون قال لا هو مريض وعنده يا شيخ تليف في الكبد أدى إلى تسمم في الدم والآن عنده تسمم في الدماغ قلت أسأل الله أن يشفيه ويعافيه وإن قبضه الله إليه فأسأل الله أن يجعله شافعا لك شفعه ولا نفعه أسأل الله يجعله شافعا لك فقال يا شيخ وين شافعه ولدي يا شيخ عمره 17 سنة حافظ القرآن في المعهد العلمي فقلت أسأل الله انقبضه إليك أن يبارك لك في إخوانه فقال يا شيخ والله ما عندي إلا هذا الولد إذا شفت عيالك طيبين قل خير قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق سكت الدهر زمانا عنهم ثم أركاهم دما حين نطق كم من إنسان أصبح صحيحا وأمسى سقيما أو أصبح فرحا وأمسى حزينة أو أصبح سليما وأمسى مصابة أو أصبح مستورا وأمسى مفضوحا كم من واحدنا أعوذ بالله ما يمسي الليل اللي اكتشف أن أخته مصورة وصورة في الإنترنت ولا في غيره أحمد الله إذا رأيت نعمة قل ربي أوزعني أن أشكر يا ربي ساعدني ووفقني أني أشكر نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة اللي ساعدت